الدرس ثلاثة اليمين واليسار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التعليمية للسنة الأولى في مادة الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع تعيين موقع شيء في الفضاء اليمين اليسار إذن دعونا نبدأ ونستكشف معاً استكشف ما هي اليد التي يمكن أن يستعملها مازن ورمز ومراد ليسلم على صديقهم مالك اليد التي يمكن أن يستعملها مازن ورمز ومراد ليسلم على صديقهم مالك هي اليد اليمنى أتدرب واحد ألون ألون بالأزرق ما تمسكه الأم بيدها اليمنى ألون بالأصفر ما تمسكه بيدها اليسرى اثنان ألون في كل مشهد اليد اليمنى للمعلم الساق اليسرى للطفل اليد اليسرى للبنت ثلاثة أضع علامة X تحت كل يد يسرى أحيط بدائرة كل يد يمنى اليد في الصورة الأولى نضعها في دائرة لأنها اليد اليمنى وذلك لاتجاه الإبهام ناحية اليسار والظاهر في الصورة هو ظهر اليد اليد في الصورة الثانية نضع تحتها علامة فهي يد يسرى كما هو ظاهر اليد في الصورة الثالثة نضعها في دائرة فهي يد يمنى أيضاً اليد في الصورة الرابعة نضعها في دائرة فهي يد يمنى أما اليد في الصورة الخامسة فنضع تحتها علامة فهي يد يسرى واليد في الصورة السادسة نضعها في دائرة فهي يد يمنى أوظف أرسم كرة أمام الرجل اليمنى لللاعب الموجود وراء الحكم أقيم أضع علامة X تحت الرجل اليسرى لكل دمية اشتركوا في القناة